تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التحضيرات الخاصة بالاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية للعام 2022 والمقرر انعقادها خلال الفترة من الواحد وحتى الرابع من يونيو القادم بمدينة شرم الشيخ جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من المسؤولين المعنيين حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لإثراء دور مصر الإقليمي والدولي الرائد بما يتناسب مع حجم مساهمتها في البنك ومجالات التعاون القائمة بينها وبين المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كما تتيح الفرصة للتعريف بالمجالات الاستثمارية بمصر وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تعتبر من الدول المؤسسة للبنك وتأتي مصر في الترتيب السابع بين أكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم في البنك وذلك بنسبة 7.7%